ورجعنا بعد الفاصل واحب اشكر تاني سنتر شيكو وشريف لتبرعوا المجموعة من البواريك للاطفال البناتنا السوائرين مرضى سلطان وكمان لتبرعوا المجموعة من البواريك وهيعمل لهم خصم 50% الفنانات الهند ميد وارقامه للتواصل اللي حابب يتواصل معي 277-58-924-010-9227-0100 تاني الارقام للتواصل 277-58-924-010-9227-0100 ودلوقتي معايا فكرة خاصة جدا بصراحة ضفتي الموجودة النهاردة انا مش اقول عليها زي فانا باعتبارها اختي كبيرة وفي نفس الوقت يعني انا بحبها جدا فعشان كده النهاردة اصررت ان هي تكون معايا هي ملكة الكروشي مادام مارينا برحب بك اهلاً يا شباب ازايك وحشتيني جداً جداً بصي مش لقاء تلفزيوني ولا حاجة من وراء ومن وراء القناة اهلاً بالرجوع تاني اهلاً بي دي تاني مرة بقى ان احنا نيجي في هند ميدو بس ان شاء الله وانا سعيدة ان انا شفتك بعد الازمات الكتيرة اللي عدت علينا دي انا سعيدة جداً ان انا شفتك انا سعيدة بوجود حضاتك معينا احنا عارفين يا مادام مارينا اللي انت سبت لنا بصمة في مجال الكورشي النهاردة عملنا ايه؟ عايز ابدأ على طول كده اتكلم على حاجة تابو ليه 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 صعب ده ما عملناش حاجة خالص بصي مع الازمة اللي احنا فيها دي تقريباً تقريباً بصي بصرف النظر احنا كلنا قعدنا تقريباً دخلين على سنة بنشتغل في بيوتنا يعني مش بنا تواصل ولا بجمهور ومش بنا تواصل بالناس وقعدين وخايفين وقلقانين بس بردك ما يمنعش ان احنا بنشتغل بس عملنا ايه؟ هو في ناس اشتركت في معرض تراصنا بس انا ما كنتش ربنا ما حالفنيش الحظ ان انا اكون معهم لظروف صحية انا مش معتزلة لا انا شوية كده عاملة بيات شتوي هنطلع ان شاء الله في كوليكشن جديد في الشتاء مدام مارينا قبل ما نطلع بقى نقول لكوليكشن الجديد والحاجات الجميلة اللي معي النهاردة عايزة اعرف رأي حضرتك ايه في المبادرة هنساعد اللي احنا اطلقناها النهاردة والفقرة الطبية اللي احنا هنعملها هو انا من الناس يعني انا عايزة اتكلم باستفادة في الموضوع الاقوى ان احنا يعني احنا كلنا بسي ما حدش يضحك عليكي ويقولك ان احنا ما عندناش مشاكل لا احنا عندنا مشاكل صحية معنوية نفسية لكن انا باتكلم في المبادرة بتاعت هنساعد دي بالزات دي اولا انت جايالي على الوطر اللي بيوجعني ما انا حسيت بيكي قلت اعمل المبادرة هو انا عندي مشكلة هو انا بشتغل كرشي بقالي زمان وممكن انا كن بشتغل بايدي او بلجأ لفريق العمل بتاعي بس انا مشكلتي كانت في الموضوع ده موضوع الرسخ يعني انا كذا مرة لجأت العلاج مؤقت لكن في الاول وفي الاخر هتتختم بقى ان احنا هنعمل تسليك وطر وكل دي من المشاكل اللي الدكتور كمان اتكلم فيها باستفادة قوي ان دي مشاكل بتوجه اي حد بيشتغل احنا بنشتغل وهو بيقول الاعداء الصحية وكلام من ده لكن انا بتكلم انا عن نفسي لما تكوني بتشتغلي ويعني ناسي نفسك في الشغل مش هتركزي في القاعدة الصحي مش بتدوري بقى انتي قاعدة صح قاعدة غلط قاعدة كويس المهم بتخلص اللي في ايدك اه بتخلص اللي في ايدك وساعات بتنسي نفسك يعني اوقات كتيرة جدا وكلهم عارفين الكلام ده بنقعد نشتغل مثلا بالخمس ست سبع ساعات من غير انقطاع تلاقيكي مسلا وانتي ايما بقى بتقومي بصعوبة ويمكن بقى السن وحاجات مندي لكن منيست سبابي مدام مارينا اه وانتي والله يبصي المهنة عندنا يعني فيها كل الاعمار من البنوتات الصغنانين اللي هما 16 و 17 سنة لغاية من هما اكبر مني في السن وناس محترفة وناس بروفاشنال وناس بتشتغل بس ده برضك ما يمنعش هي اي مهنة لها الحتة اللي بتوجع منها دي يعني دي برضك مهنتنا احنا كل ارتكازنا وكل شغلنا بالايد وعشان كده هو هاند ميد وهاند ميد وبس يعني ايدنا بقى يعني هنعمل ايه نحن عشان كده اطلقنا المبادرة وقلنا ان شاء الله فتحنا كمان مراكز الحياة كلها لكل فنانين هاند ميد واي حد بيعاني من اي مشكلة بيتوجه على طول الماك وبعدين انا هبقى منهم يعني وانا هاجي معاك وحقول لهم لا انت ما بتشتغليش عن دنيا بس هاجي معاك عشان انا بسجعكم ان شاء الله ان شاء الله معدما لنا ايه النهار دي مادم مارينا بص يعني انا هقولك حاجة انا في ال هو انت عارفة ان انا اساسية ملابس لكن انا في الظروف اللي فات دي اتاكلنا على اساس كمان الناس معادتش بتخرج كتير ومعادتش بتشتري هدوم كتير وبقد بتتاجه اكتر للملابس بتاعت البيت وكلام من ده اشتغلت شوية في الهوم وير يعني نوعا ما اشتغلنا في مفروشات مفروشات اه يعني مفروشات اللي في البيت طب انا شايفة كمان عملتي اكتساساري والله بصي دي كانت كده خطوة كنت بشجع فيها بنتي وهي بتشتغل فهي كانت شغالة في الخشبيات طب عايزين تكلمين عن اول عقد اللي موجود معنا دلوقتي هو مثالي ده خشب محفور عليه بالليزر ممكن ايا قرآنية ممكن ما شاء الله ممكن اغنية من اغاني ومكرسوم زي ما حسب الكلمة اللي انت عايزة تغفريها اه حسب الكلمة اللي هو وبعدين انا بقى بضيف عليها بقى شغل الكرشي على فكرة هو فكرة جديدة انت عارفة ان انا دائما ابدا ممكن اقوم بالفكرة مثلا سيزون وبعد كده بتبينها اه اه وبعد كده خلاص انت عارفة انت بتشبعي حاجة جواكي كان نفسك تعمليها طب ايه اللي خليك تفكر ان انت تعملي اكتساساري وتدخلي في الكرشي يعني جاتلك الفكرة من ايه هل القعدة في البيت اه اه صح ايوة هي القعدة في البيت لا هي عاملة اه وانا يعني هي عندها مشروحة بتاع الليزر وهي عملت فانا قاعدة جنبها بتفرج فانا قلت يعني وانا اتفرج ليه طب انا استقل يعني ابتدي افكر حاجة وعمل دليات للعربيات وعمل مديليات مفاتيح بس هي مش موجودة للأسف معانا دلوقتي تمام ففكرة يعني فيه النوع الشكل التاني ده خشب ومشغول عليه ايتامين اه ايتامين تمام طرح ده التالت نفس الفكرة الاولانية مع اختلاف الفكرة اه يعني مش هيا هيا بوسي انا معايا انا بالذات ويعني ممكن اللي عارفني ومعظمهم حبيبي وصحابي وزميلاتي في المهنة ان احنا كلنا بتجينا الفكرة مرة واحدة يعني فيه ناس بتكرروا بتفضل قاعدة يعني احنا يعني انا موضوع الكوشن بتاع بتاع الكنب والحاجات دي انتي بتشتغل يعني شوية كده بتشتغلي اطفال شوية كده بتشتغلي حاجات منزلية بس اساسية انا بقى ربنا يقدرني ويديني الصحة واطلع باللي الناس مستنياني ومتعودة عليه يعني ربنا ما يخيب ظن الناس فيها لا ان شاء الله حضرتك تطلع بيه هيطلع احسن من كل مرة ان شاء الله قول يا رب يا رب ان شاء الله طيب ايه اكتر الصحاباتي مادام مارينا واجهتك في كروشيه بالذات الانتريات هو بياخد وقت بياخد وقت بياخد وقت بياخد وقت وبياخد مجهود بياخد وقت طبعا ان المساحة بتبقى كبيرة وقت قد ايه مثلا كده يعني مثلا لو احنا قلنا ان احنا بنشتغل مثلا قطعة البلوزة او البلوفر او الجاكت مثلا ما تروح ما بين عشرين يوم اسبوعين تلاتة حسب نوع الموديل او حسب التقلق ده ممكن ياخد اكتر وخصوصا بقى اللي بيشتغل يعني فيه انما بتشتغلي بتشتغلي على الاستدامة وفيه فرق بقى انك انت بتشتغلي بقى شوية وبتركني شوية يعني انت مش فهو ممكن ياخد مثلا شهر ونص شهرين يعني هو معي انا انا ممكن مع غير ياخد اسبوعين يعني انا بتكلم علي انا وبعدين نرجع تاني نقول ظروف الزروف الايد والظروف الصحية لا والظروف النفسية يعني هي بردك احنا بشر واحنا بشر وكلنا اصحاب مهنة وكلنا كل الدنيا ومش عيب يعني مش عيب ان احنا نقول ان احنا احنا وباء بيواجه العالم كله احنا مش اكبر من العالم وانا زي 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 الناس يعني طب مادام مارينا حب ارجعك تاني شوية للازياء واعجبني جدا البلوفر ان انت لك فيه متكلمين عنه والله يا بص يا فاقش حاجة بارزة الورد الورد ده بارز ده معمول بركوشي جاكت فكرة الورد ازاي كده برضو اه والله كده بس جميل جدا وبعدين حتى تنسيقه وحتى الكم المشغول والكم التاني وحتى ان هو يبقى سادة هو انا هي بص يا شاري معاي انا بالذات يعني انا مش ماشي على كتلو هو ده الزوء اللي احنا متعودين على مادام مارينا حاجة بيشل وحاجة واو وحاجة تطلع كده طلع وفكرة وممكن ما تعجبش ناس كتير وممكن تعجب وممكن تبقى فكرة الناس تبقى تاخدها اللي بيشتغلوا الكروشي هم عارفين الورد بتتعمد ازاي دي شريطة تبقى طويلة قوي كده واحنا بنلفها وبتبقى الورده هي فكرة فكرة هو وانا عموما معظم عشان انتي بتقولي على انا في الكروشي بالذات انا بتيجي عندي الفكرة وليدة اللحظة وليدة اللحظة وبفضل معاها لغاية ما تكمل كملت وبقت حلوة بتكمل ما كملتش ومعظم حاجتي بتبقى بحتة اتنين ما تكررش ولو تكررت ما بتبقاش لان انا ما بشتغلش على على سيستم على باترون يعني انا مثلا من ده انا هديكي مسأل بسيط جدا من الاعادي انا عقد عقد يعني جمع انا عملت منهم مثلا خمسين شكل ما فيش واحدة طلعت انا لا بامشي بتنسيق ولا بامشي يعني باي لك كده باي لك ويطلع وحتى في الهدوم انا بعمل القطع هي قطع ولما بتيجي الزبون بيطلبها تاني ان انا نفذها بابقى حتى من الاول اذا كان في التطريز ولا في الكروشي ولا في الموديل انا بممشيش بالعد يعني يعني انا لو حبيت اعمل كوبي من البلوفر ده مش هيطلع هو هو مش هيطلع كوبي لان انا اصلا معدتش انا عملت كام صف وحتى لو عديت بيبقى بيختلف انت بتشتغلي وانا كده لا اوانا معلش اللي شاف شغلي وعارف انا فكري ازاي انا كده انا بشتغل بدماغ وبملكة وبمزاج يعني مش طب ملكة الكروشي مدام مارينة ايه اكتر مشكلة بتواجه مصممين الكروشي عامت والله يبصي يا شرين ايه اكتر مشكلة انا بتكلم عن نفسي بصي انا مليش دعاب حد وانا مش من الناس اللي بدور اللي عمل اللي قلد الموديل بصي احنا مش احنا مش خلقين احنا مبدعين يعني انا مش عارفة اذا كانت بالعربي صح اللي انا بقوله ده انا احب بقول عليكم فنانين اوكي احنا بصي احنا كلنا احنا مش بنخلق الشيء احنا بنشتغل بمادة المادة دي عبارة عن ابرة وخيط الابرة والخيط دولت لو احنا بنتكلم في التطريس ابرة وبتلضميها فتلة وبتشتغلي انا ما بشتغلش برسمة انا واخدها كوبي وبرسمها على القماش وبرسمها على القماش وبقول لأ انا كل شغلي انا عشان بس الناس ما تقولش لأ ده هي بتكبر الماضي لا انا عن نفسي انا بحط بمسك الابرة والخيط وببتدي بفكر بفكر وممكن تبقى الفكرة دي تجيلي الساعة تلاتة صبح واقوم واعملها ويعني يعني ارسمها اكتبها عشان ما تروحش مني بشتغل ابرة وخيط المشاكل بقى اللي بتواجه الناس ممكن التسويق التسويق برضو هو بصي ممكن التسويق في الواطئ الراهن احنا كلنا كنا بنتعامل مع الزبون مباشر يعني انا من الشخصيات وفي ليا زباين كتير جدا يكونوا سامعيني انا من الشخصيات اللي حب اقابل الزبون يعني يا شاري انت ما تكلمنيش في التليفون وتقوليلي قص البلوفر دا عجبني عمليلي واحد لأ ممكن اسألك اسئلة كتيرة انت ممكن تستغرب بيها تقولك قد ايه وزنك قد ايه جريئة مش جريئة هادية في ناس كده يعني في ناس بتبقى ليها انا انا كده انا مش من الناس فعشان كده التسويق احنا معادش مع الناش بنتعامل مباشر مع الناس فبقى كله دلوقتي اونلاين او بقى دلوقتي في معارض اوكي لو في معارض في المرحلة الجاية لما يعني تنحصر شوية كده لان احنا ما عندي انا عن نفسي ما عنديش استطاع ان انا اروح معارض واقعد في خمس ست سبعة ايام وبعد كده اطلع منه تعبانة او حاجة لا احنا بنحافظ على نفسنا وبنعمل التبعود وبنلبس كمامتنا وبنلتزم ده بالنسبالي انا تمام طيب حب اسأل على الشغل القدامي على الترابيزة هل دي بردو مفارش للانترهاب اه ده مفرش وبالخداديتين بتوعو نفس الستايل والفكرة دي كلها يعني احنا ما حطناش الخداديات عشان ما تبقاش طيب اوكي انا شايفة ان الشكل الدزاين مختلف بيجيلك ازاي يعني الافكار دي جات لك ازاي انا شايفة هنا الدزاين مختلف هنا المربع مختلف كبير لا هو اللي بيشتغل كروشية هو عارف كويس قوي ان الموضوع كلها في المفارش بالذات وحدات يعني دي وحدات وبتبقى وحدات متكررة وبنعملها بألوان متكررة وبنكبرها وبعدين ارجعني لما دي وحدة وسط الوراكي يعني دي وحدة صغيرة الوراكي وراكي انتي وحدة وسط دي وحدة كبيرة هي عموما في المفرشات بالذات بتبقى وحدات احسن ما تشتغل الصف رايح راجع لانه هو بيبقى قابل للتمدي بيموت بيموت حسب الصف اللي انتي ماشي طيب انا قصدي بتختاري الالوان حسب لون الانتري اه حسب لون الانتري والمقاسات برضو نفس المقاس الانتري اه يعني المفرش اللي ورانا ده مثلا ده بتع كنبة كبيرة ده كنبة اتنين لأ فيه كنبة اكبر بتبقى في الانتري بتبقى كنبة كبيرة عشان بيبقى يديك حيث ان هو يبقى باين من الكنبة الحاتتين اللي هي العشرة سنتي من هنا ومن هنا ده بتع الكنبة كبيرة وهو مفروض بيغطي لغاية نص الكنبة يعني بتخديه من الاول هي الناس عموما بتاخدوا دي كورات وهو دلوقتي يعني المجال ده دخل جديد في مصر بقت معظم المسلسلات بتاعتنا محطوط طيب ازاي ننظفه يعني هل بتغسل عادي تحط في الغسالة عادي تحط في الغسالة بشوية جل غسالة في الأوتوماتي عادي اه وطلعي وتنشري وما فيش ما فيش مشاكل خالص تمام طيب برضو كنت عايزة اسأل ايه اللي انت نوية تحضره لنا الأيام الجاية بتفكري في ايه الجديد الأيام الجاية طيب لي بقى مش احرق المفاجأة بس اخد نفزع والله ولا حاجة يعني انا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يعني يعني انا شايفة فيه تجديد في أفكارك عايزة اعرف ايه اللي انت بتفكري فيه الأيام الجاية او بتقيملي ان انت تعملي بتطمحي تعملي بس انا عايزة أوليك حاجة هو الكلام بحيب أعام العام ان انا طبعا في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان انا استقريت ونقلت نهائي يعني من القاهرة والحمد لله كانوا خمس سنين صعبين بالنسبة لي جدا لان انا واحدة هذي قوي مليش في اللوشة تنقل كتير عايزة اعمل مشغل كبير يضم الناس زي ما انت بتعملي مبادرة هنساعد انا عندي استعداد ان انا اعمل نشغل الناس الناس دورات تدريبية دورات تدريبية يتعلموا بصي يا شرين والله يا اختي يعني يا بنتي مثلا كمان العمر ما عادش فيه انك انت ابقى عندك من العلم و وما تقولهوش للناس هو يمكن انا خدت اللقب عشان انا مختلفة نوعا ما بتحب تعلمي الناس احب اقول للناس هي مارينا ممكن تفكر زي على فكرة محدش يحب يقول الكلام ده لكن انا بيبقى لي تفكير كده مختلف يعني انا عايزة حد مجموعة قدامي كده ومش دورات يعني نمسك الابرة والخيط ونشتغل لا مهمة قوي تبقى عارفة وانت انسانة نجحة وربنا اداكي من النجاح الله ملك الحمد والشكر يعني دي نعمة من عنده انك الناس تبقى عارفة دي بتفكر انا بفكر ازاي يعني انا 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 تبقى عارفة انك انك تبقى تقول للناس الناس بتفكر عايزة تعاليهم كمان صح اه اصول الكروشي فان التطريس فيه ناس بنات كتيرة جدا 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 بتطرر بس انك انت تبقى مسكة الابرة والخيط وترسمي بالابرة والخيط زي ما ترسمي بالفرشة ده 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 حاجة من عند ربنا انك تبقى مسكة ابرة الكروشي وبتبقى مش في نييتك سيبك من الحاجات المتكررة الوحدات اللي هي كوبي دي انا اشتغلها واي حد اشتغلها و يعني لكن لما يبقى عندك الكروشي اللي ارتجالي عارفة ما هو عارفة مش نص بتشتغليه كده مش مش بطرون نصيحة مدام مارينة تقدمها النهاردة لكل فنانين هند ميد وبالأخص الكروشي خدوا بالكم من صحتكم خدوا بالكم من نفسكم اللي ما نجحش ما يستعجلش الايام يشتغل على نفسه حلو قوي يدي طاقته لشغله يبدع ويفكر برا برا الفكر وبر الصندوق بمناسبة يعني احنا عندنا الدولة ما شاء الله ما شاء الله سيادة الرئيس يعني ربنا يخليه يا رب والله يحبا فيه يعني مش مدلنا مساحة كبيرة قوي 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 نحنا نلعب فيها الدكتورة نفين الجامع برضك مدلنا مساحة كبيرة قوي تابع مشاريع ان احنا ان احنا بيسندونا وبيقفوا معنا الناس عايزاها تشتغل بالفعل العمل اهم حاجة في الدنيا العمل عبادة العمل ايوه العمل عبادة العمل ثم العمل ثم العمل على فكرة انا دايما بتفرج الرئيس والله انا بحيه وبتعيل وهو بيقول الكلمة دي لان انا من عشقة العمل يعني انا حياتي كلها بشكرك بشكرك مدام مارينا وبشكر سيادة الرئيس طبعا عبدالفتاح السيسي على الخدمات اللي بيقدمها وكمان اهتمامه بالحرف اليدوية بشكرك يا مدام مارينا مرسي يا شير مرسي وبكده خلصت حلقاتنا النهاردة استنوني ان شاء الله الاسبوع القادم وموهبة جديدة في هندميدو بس باي باي